اذا في خبر عاجل في ذكرى جمعة الغضب ذكرى يوم القلع وسائل اعلام مصرية احكام عسكرية بسجن الفريق سامي عنان عشر سنوات بتهمة التزوير ومخالفة الانضباط العسكري في الذكرى التامنة لجمعة الغضب وبعد ايام على ذكرى اكتمال سنة على حبسه رئيس اركان قوات المسلحة سامي عنان تصدر بحقه احكام عسكرية بالسجن عشر سنين بتهمة التزوير ومخالفة الانضباط العسكري هكذا هو الامر في البلاد سامي عنان هو الظابط الوحيد اللي تسجن شرطة او جيش شرطة او جيش سجن في النهاية من العصابة التي تحكم قبضاتها على هذا البلاد حتى العدل بريء لكن سامي عنان اللي حاب يدخل انتخابات وصدق انه ممكن يكون هناك انتخابات خد عشر سنين في مصر في ذكرى جمعة الغضب حكمان عسكريان بتهمة التزوير ومخالفة الانضباط العسكري لا كله الانضباط انت عارف احنا احنا صنية الغريبة لو ما كريتش الغريبة كده وبتاعه قصة والرقاء كله بتنافخ لا انضباط لو مثلا بدلت الرقاسة لو اختلفت عن اللي الزابط بتاع الدار اختارها مع الرقاسة من دوسط العشر بدل لا الدنيا بتتقلي كله الانضباط احنا في الانضباط دامدين قوي